مش وماصر بس، الدنيا حر في أوروبا كلها بريطانيا بالذات، فرنسا، أسبانيا، البرتغال، دول رهيبة بريطانيا أعلى دراجتين، يعني أعلى حرارة احنا بنتكلم في 40، 41، 42 النهاردة وبكرة دي أعلى دراجات الحرارة في تاريخ بريطانيا اللجنة الكبرى اللي هي اللجنة الطوارئ التي لا تنعقد إلا في الطوارئ منعقدة في بريطانيا اعتبروا أن ارتفاع الحرارة ده يعني طوارئ شديدة في مدرج طيران في قاعدة، في إحدى قواعد العسكرية إحدى أكبر قواعد العسكرية البريطانية المدرج ساح، مدرج ساح معنا صغر أكيد يا جماعة، مدرج يعني إيه؟ ساح فما فيش تم إيقاف العمل فيه فرنسا فيها حراي بورتغال فيها حراي، أسبانيا فيها حراي يعني حمنا نتكلم فيه وضع صعب جداً بريطانيا أخدت تدابير احتياطية قالت للناس بلاش تركابوا الاندر جراوند في مسافات طويلة خلي بالكم من المياه ساعات بيبقى فيها مشاكل في الحنفيات كمان نتيجة زيادة الضغط الحقيقة أنه يعني وضع صعب جداً وهو ده اللي بقول عليه أنه التغيرات المناخية في كل مكان ده عمرنا ما كنا بنشوفه بريطانيا ما كانتش بتشوف ده وهي دول غير مؤهلة الحقيقة لارتفاع الحرارة بالشكل ده يعني مش دول فيها تكيفات في كل مكان الناس دي ما عندهاش تكيفات في بيوتها فبالتالي ده حاجة مزعجة جداً بالنسبة للناس في أوروبا